بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة الحالة الثانية من حالات التكامل باستخدام التعويضات المسلسية درسنا الحالة الأولى عندما يكون تحت الجزر A تربيع ناقص X تربيع سندرس الآن A تربيع زاد X تربيع سنفترض هنا في هذه الحالة X هي A b tan عند إذن Dx هي A sec تربيع θ بD z لنأخذ مثال يوضح لنا هذه الحالة الحالة فإذا أخذنا المسال التالي يحسب قيمة التكامل التالي عند إذن واضح أنه الدالة المستكملة تحوي على جزر تربيعي يمكن نحصف هذا الجزر التربيع باستخدام تحوي المسلسية فإذا فرضنا أن X هي 3 tan z عند إذن Dx هي 3 sec تربيع θ بD z والجزر الموجود في المقام يصبح بشكل تالي جزر 9 زاد X تربيع بعدها X نحط 3 tan z التربيع بنزل للتنجان مربع 3 تسعة وتنجان تربيع يمكن نخرج 9 من المشترك مع 1 زاد تنجان تربيع لكن 1 زاد تنجان تربيع وسيك تربيع جزر السيك تربيع هو عبارة عن سيك فإذن الجزر 9 زاد X تربيع تحت الجزر هو 3 sec سيتا ونأتي إلى هنا نعوض بدل X عبارة عن 3 tan z وبدل هذا هو 3 sec سيتا وفي البسط 3 sec تربيع 3 مع 3 بتختصر ووحدة من التربيعات مع وحدة بتختصر بيبقى معنا تكامل في هذا المقدار هو عبارة عن تكامل في البسط sec سيتا في المقام tangent سيتا طبعا 1 على 3 يمكن نخرجها خارج إشار بيدي سيتا لكن هذه بإعادة الكتاب السيك هو 1 على كو ساين والتنجان هو ساين على كو ساين طبعا نحن لدينا كسر تقسيم كسر أنه من سبت البسط ومنضرب بمقلوب المقام أي وحدة على 3 البسط هو 1 على كو ساين مقلوب المقام هو كو ساين سيتا على ساين سيتا الآن كو ساين مع كو ساين بتروح بقى معي هذا 1 على 3 1 على ساين سيتا بيدي سيتا إذن هذا هو إذن فحصلنا من هنا نحصل على أنه يساوي إلى هذا المقدار 1 على 3 ساين سيتا بيدي سيتا لكن 1 على 3 1 على ساين مقلوب الساين هذا هو الكو سيك سيتا إذن والكو سيك تكامله شهير وسالب لوغارتم كو سيك زائد كو تنجنت زائد سابت التكامل كو سيك سالب كو تنجنت سالب وليس موجب الآن انتهى التكامل التكامل بدأ باسم هو عبارة عن إكس لازم ينتهي بنفس الاسم وليس بسيتا من أجل ذلك نعود إلى الفرض الأساسي الفرض الأساسي الإكس تساوي ثلاثة تنجنت سيتا ومنه تنجنت تساوي إلى إكس على ثلاثة فإذن هذا هو المقابل وهذا هو المجاور فإذا عندي مسلس قائم الزاوية في زاوية سيتا فإذن المقابل لها سيكون إكس والمجاور سيكون ثلاثة عندها إذن الوطر حسب فيسا غورس هي مربع الضلع القائمة زائد مربع الضلع القائمة الأخرى تحت الجزر إذن عن علمات كافة الأضلاع الآن نأتي إلى الكوسك من هو الكوسك؟ الكوسك هو مقلوب الساين الساين هو المقابل على الوطر إذن فهو الوطر على المقابل إذن الوطر هو التسعة زائد إكس تربيع على المقابل اللي هو عبارة عن إكس الكوتنجنت هو المجاور على المقابل إذن الكوتنجنت سيتا هو عبارة عن المجاور 3 على المقابل اللي هو عبارة عن X إذن لو شلنا هذه وعوضناها هنا وشلنا هذه وعوضناها هنا لحصلنا على 3 على X سالب 3 على X بدل القوتنجنت زائد جزر 9 زائد X تربيع وهو المطلوب إذن بهذا الشكل الآن لو أخذنا مثال آخر على هذه الحالة مثلا نحسب تكامل جزر 4 زائد X تربيع بDX طبعا هذا وجود جزر تحت الدالة المستكملة أمر سيئ نفرض الفرض أن X هي 2 تنجنت 6 ومنه DX هي 2 سيك تربيع سيتا بD سيتا الآن الجزر الموجود في المقام هي 4 زائد X تربيع بدل X تربيع 2 سين تربيع 2 سين والتربيع بنزل إلى 2 وبنزل إلى 2 لو طلعنا 4 بطلع 2 سيك تيتا إذن هذا الجزر لو عوضنا هنا بدل DX هي 2 سيك تربيع سيتا بD سيتا وبدل المقام هي 2 سيك تيتا 2 مع الاثنين واحدة من السيك مع واحدة بتختصر بقى معي 6 سيتا بD سيتا ولكن السيك تكامل وشهير ولو قارتم 6 زائد تنجنت سيتا زائد سابق تكامل بدأ التكامل بX لازم أنت بX وليس بسيتا نعود إلى الفرض الفرض أن X يساوي 2 تنجنت سيتا ومنه التنجنت هو X تنجنت سيتا هي X على 2 إذن هذا هو المقابل وهذا هو المجاور إذا عندي مسلس قائم الزاوية فيه زاوية سيتا فإن المقابل هو X والمجاور هو 2 إذن الضلع الوتر هو مربع الضلع القائم أولا زائد مربع الضلع القائم الثاني علمات كافة الأضلع فإذن السيك سيتا هي مقلوب التنجنت هي مقلوب الكوساين الكوساين هو المجاور على الوتر إذن فهو الوتر على المجاور إذن فهو 4 زائد X تربيع على 2 والتنجنت هو المجاور على الوتر إذن معنا نضع هنا جزر 4 زائد X تربيع إذن هذا بدل السيك وهذا بدل التنجنت فنحصل على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر